البر البر الإلهي الله ما نحن كساني رداء البر كساني رداء البر المعنى موجود هنا في السلايد العمل الله مع يهوشع أذال عنه الثياب القذرة وألبسه ثياب مزخرفة مزخرفة نفس المعنى موجود في سفر التكوين أصحاح ثلاثة في السلايد التالي لما أخطأ أبوانا مزبوط وعلم أنهم عوريانان الشعور بالزنب الداخلي خلاهم اختبأوا من الله في سفر التكوين أصحاح ثلاثة في السلايد التالي أيها عدد سبعة فانفتحت أينهما وعلم أنهم عوريانان فخاطأ أوراق تين وصنع لأنفسهما مآذر بتعملوا إيه يا أدم أنت محوى إحنا بنخبي عوريانا طب بتخبي عوريك بطريقة إنسانية أو بطريقة إلهية هنتكلم عن الموضوع ده كثير في الحلقة القادمة يا أكيد أن كل محاولات الإنسان أنه يكسي عوريه بأعماله الذاتية ببره الذاتي بحسناته هي فاشلة طب الله عمل إيه؟ عدد واحد وعشرين واحد وعشرين وصنع الرب الإله يهو إلهيم مبادرة إلهية مبادرة إلهية وفكرة إلهية كمان طبعا وإنجاز إلهي ده بداية أول من بدأ الفداء والتبرير هو الرب الإله يهو إلهيم الرب يسوع نفسه وصنع الرب الإله لأدم ومرأيثه أقمصه من جلد ولا عارفين باللغة يقولوا كلمة جلد جلد كأنحين نعم زبيحة وألبسهما وهنا مرة أخرى تيجي نفس الفكرة لحضرتك لتها ألبسني أنا بيوزهلني هذا المنظر يا جسيس نزار أنه جاي آدم أنا دايما أقول جملة وحشة صنع لهم أقمصه من جلد ورمهالهم وجلهم خدوا قلبس وجدك الجرف أنا آسف اللي بقوله اللي هو التصور عن الله أنه إله قاسي مش بيحبنا لكن ألبسهما يا جسيس نزار جاي آدم عريان الرب والإله بنفسه بيعمل إيه بلبسه بلبسه ألبسني النفس الآية ألبسني ثياب الخلاص وجاي حوى عريانا ألبسها ثياب الخلاص أنا دايما أقول ما مدى شعور آدم ما شعور آدم وحوى وهم وكفين في حضنه وهو بيعمل إيه بلبسهم بلبسهم بنفسه واو ما مدى شعورهم أكيد مشاعر الخوف راحت ليه ده هو بنفسه بيعمل إيه بيجزوني بنفسه بنفسه ده بيحبني ده أنا أخطأت في حقه هو بيحبني وصنع حلا فعشان كده نفس الفكرة إيه اللي عملوا أدى محوى أخطأوا فصنع لأنفسهما مآذر تدل إن إحنا أخطأنا إيه اللي حصل شال المآذر من أوراق التين شال خطيائي و ألبس ألبس هما أقمصة من جلد عش كده معنى التبرير شقين خطيائي اللي في حسابي أخذتها من حسابي وهنتكلم في الحلقة القادمة إنه وضحها في حسابه ليه كل المجد آه والبر اللي موجود في حسابه حطه في حسابي واو حالو آه فأصبحت أنا البار جدام الله جدام الله وهنا مين اللي بيبررني ده مش أنا اللي ببرر نفسي لا ده الله بنفسه بيبررني فأصبحت جدام أنا خارج من المحكمة الإلهية معايا قرار محكمة إلهية سامح بر والله بنفسه في الكلمة المقدسة يشهد لي إنه كل من آمن بالرب يأسوع يتبرر أنا معايا محكمة معايا قرار صادر من محكمة إلهية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر